تقدم فضيلة الأستاذ دكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية رئيس الأمانة العامة لدور هيئة الإفتاء في العالم بخالص التهنئة لفقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقى الغالية التي أولها له الشعب المصرية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي تم الإعلان عن نتيجتها الرسمية ودعا فضيلة مفتي الجمهورية جموع المصريين لدعم جهود الرئيس لاستيامه أن البلاد تمر بظروف استثنائية بسبب المشكلات على حدودها التلاتة علاوة على مواجهة التنظيمات الإرهابية والعمل على استئصال جدورها مؤكدا ثقته في أن القيادة السياسية قادرة على مواجهة التحاديات الراهنة واشهد فضيلة المفتي في بيانه الذي أصدره منذ قليل بالصورة الحضرية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية مشيدا بما بدرته الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ورجال القضاء المصري من جهد كبير مخلص أدى إلى تمكين ملايين المصريين من الإدلاء بأصوتهم في سهولة ويسرى وتوجه مفتي الجمهورية في بيانه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يوافق فخامة الرئيس لمفيه الخير لوطننا العزيزة ولمصلحة البلاد والعبادة وأن يعينه على قيادة سفينة الوطن لما يحقق الأمن والاستقرار وأن يحفظ الله مصر وأهلها